الحقيقة ان دي نقطة مهمة جدا لانه المركزي دايما بياناته بتكون مكتوبة بدقة ولما بنقراها اي حد بيحاول يفهم اقتصاد لما بيقراها بيقدر يفهم هو ايه مستهدفاته بيفكر ازاي بيقول احنا حققنا معدل نمو 3 و 2 من 10 خلال الربع الثاني من 22 من 22 ده معدل جيد و ايجابي النمو 20 السنوي يبقى 21 و 22 بلغ 6 و 6 من 10 و ده مقابل 3 و 3 من 10 ضعف السنة اللي فاتت تمام يعني احنا كده ماشيين في معدلات نمو جيدة جدا ايه القطاعات اللي سهمت في النمو قطاع الخاص و قطاع العام تعالوا نشوف القطاع الخاص اهم حاجات سهمت في النمو ايه الصناعات التحولية غير البترولية السياحة والتجارة هي الاعلى مساهمة في النمو من القطاع الخاص طب القطاع العام بقى ايه حنلاقي انه استخراجات الغاز الطبيعي قناة السويس و نشاط الحكومة اللي هي استثمارات الحكومة الكونستركشنز و غيرها هو ده الاعلى نموا في القطاع العام عندنا مؤشرات ايجابية للربع الثالث من السنة دي طبعا المؤشرات تطلع متأخر شوية فالربع الثالث عندنا مؤشرات ايجابية و ان كان و ده بيان مركزي متوقع ان ينمو الاقتصاد بوتيرة اقل مما سبق هذه الجملة تاني عندنا مؤشرات ايجابية و ان كان متوقع ان الاقتصاد ينمو بوتيرة اقل مما سبق السبب ايه؟ السبب حالة عدم اليقين سواء عندنا او التدعيات السلبية العالمية مركزي واضح وشايف وفاهم وبيقول يا جماعة بشفافيه هذا هو الوضع نشوف بقى سوق العمل قالك سوق العمل البطالة عندنا مستقرة 7.2 من 10 في الربع الثاني من 20-22 ودي نسبة قليلة طبعا الناس ممكن تقولك عايزين نقرأ structure البطالة نقرأ مكونات البطالة معهم حق طبعا يعني ما ناخدش الرقم كده مصمت لازم دايما نقرأ مما يتكون هذا الرقم التدخم وصل ل 17.16 لكن في بعض معدلاته الشهرية ابتدت تنخفض عن اعلى معدلاته 16.17 اعلى معدلات التدخم كانت مارس وابريل لكن ابتدنا نشوف بعض الانخفاضات الشهرية المركزي بيستهدف ايه؟ الرقم القديم اللي هو 7% الوصول للتدخم ب7% ده شرط اساسي لتحقيق معدلات النمو لكن مركزي قال في بيانه ايضا ان هو متوقع ان يعلن لنا مستهدفه في التدخم قريبا وده بيبقى مهم زي ما الفيدرالي قالك انا عايز اوصل ل 2.8 من 10 23 لتنين في المية 25 تدخم انا برضو محتاجة من المركزي المصري وده قاله ان هو يقول لنا انت عايز تستهدف ايه؟ طبعا الناس ممكن تقول لنا الكلام ده معقد جدا حوصل للمواطن بعد قليل طيب ايه معنى ده بالنسبة للمركزي ليه اتخذ هذه القرارات؟ المركزي شايف انه وده تحللنا للوضع انه زيادة التدخم دي ارتفاع الاسعار ناتجة عن حاجتين عن زيادة مستوردة جاي لنا من الخارج الاسعار زايدة كل حاجة زايدة برا لكن كمان في زيادة في المعروض النقدي في الداخل الطباعة فاحنا بنحاول نقلل المعروض النقدي اللي في الداخل وبالتالي رفع الفايدة مش هتأثر على التدخم هتأذي ناس اكتر ما تؤثر على التدخم واحنا مش منتظرين مستثمرين في ادوات الدين خلاص راحوا للعملات التانية نتيجة رفع الفايدة فانا يعني بصراحة مش مستني حد فانا ايه لازمت ان انا نرفع معدل الفايدة دلوقتي انا بأزي النمو وبأزي الاستثمار اكتر ده مش معناه انه مش هيرفع الفايدة لاحقا لا كل لحظة لها تقييم ولها سياسة يعني ممكن دلوقتي المركزي مايرفعش لكن يجي في الاجتماع الجاي ويرفع ما تضمنش يعني يقولك لا والله انا شايف انه انا لازم ارفع دلوقتي هذا تقييمه بيشتغل كمان وفقا لمتغيرات دولية ويومية داخلية راح المركزي عمل ايه قالك انا حسحة بالسيولة النقدية بطريقة تانية سيولة النقدية يعني الفلوس الكتير اللي موجودة الناس تقولك وفيه فلوس في البلد لا فيه فلوس جاية بطرق مختلفة طباعة طرق اخرى يعني فهو عايز يسحب السيولة دي علشان مايبقاش فيه طلب علشان الاسعار ما تزيدش طيب فهو عمل ايه قالك انا هزود الاحتياطي اللي بتاع البنوك عندي من 14 ل 18% والبنوك ارباحها كتير وبالتالي لن يؤثر عليها بشكل كبير زيادة الاحتياطي دي هتسحب قد ايه هتسحب ما بين 140-150 مليار جنيه اجمالي فقد السيولة عندنا قد ايه ودي بعض مصادر المركزي قالت هلنا 600 مليار جنيه 600 احنا بنحاول ناخد بقى نمتص السيولة دي عشان نقدر نزبط السوق التوقعات بتقول ان التضخم هيبتدي ينخفض في النصف الثاني من 23 يعني انا من دلوقتي لنص 23 انا قدامي سنة تقريبا اقل من سنة 9 شهور لسه عندنا تضخم مرتفع شكرا